كويس تعال اقول لك شوية ارقام لمصطفى شبير قدام شباب بالزداد وقدام مديامة كانت الارقام عاملة ازاي عشان تفهم هو عمل ايه وادة ازاي في المباراتين راجل في المباراتين تصدى لعشر كرات تصدى من داخل من داخل منطقة الجزاء لست كرات من خارج منطقة الجزاء الاربع كرات اللي هو خارج منطقة الجزاء الستة واربع اللي هي من بره الستة يرضى يعني تعامل صحيح مع العرضيات اتنين كرات طولية صحيحة اتناشر كرة شباك نظيفة في المباراتين المباراتين طلع منهم شباكه نظيفة فيه احلى من كده فيه احلى من كده قصة ملهمة والله هتقول لي بتبالغ هقول لك والله ما ببالغ ولسه تاني قدامه كتير ده مش مشيك على بياض ان الراجل ده اجمد حرس في العالم لا لسه قدامه كتير بس المؤشرات واللي عملوا في الظروف الصعبة دي مباراتة ايه؟ لا بيلعب مع شاب ريزداد في الجزائر بيلعب مع مديامة في غينة قبلها بيلعب مع الوداد نهاية دوري ابطال افراقيا مبارات صقيلة جدا على حارس مش اقول حارس شاب بس حارس ما بيشاركش ببساطة يعني وبصراحة اه انا من الناس اللي نفسي محمد شنو يرجع بكرة مش معد بكرة ده حارس من منتخم مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول وحاجة مشرفة وعظيمة بس كفاية بقى فكرة يبقى فيه حارس عنده 23 وبقى 20 سنة ويفضل عالدكة لحد ما يبقى عنده 30 و 31 سنة نفسي شوف كده الحراس بتوعنا بيشاركوا مصغيرين كده وفي الاهلي والزمالك تحديد زمالك عملها مع محمد صبحي بصراحة والاهلي مش عيب انه يعملها اي نعم الاهلي موقفه قصعب شوية عشان عنده الشناوي عشان عنده مصطفى شوير والشناوي موجود هتبقى غريبة شوية بس في الاخر المستوى والاداء هو اللي هيبقى حاسم وحاكم مش العمر او التاريخ والشناوي طبعا عشان بس محدش يفتكر الكلام على مصطفى شوير حلو فخلاص بقى ننسى الشناوي جمعنا مش عايزين مصطفى شوير عظيم فشناوي مش موجود خلاص لا محمد الشناوي يعني مثلا لما كورتوى يصاب ويلعب حارس لينون مثلا ولا كيبة لما جابوه في ريال مدريد هيرجع كورتوى يبقى أساسي حتى لو نينون اللقتي متقلق جدا مع ريال مدريد فاهم أي حارس أساسي إدارسون يصاب في ماتشاستي يقعد شوية ويرجع أليسون يصاب مصاب دلوقتي هو يلعب الحارس البديل وهيرجع أليسون عادي بس اللي بيعمله مصطفى حلو يعني طيب